ثمنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين سرعة استجابة مجلس الوزراء لمبادرتها الخاصة بتكريم الفرق الطبية عن طريق اتباعة رموزها على العملة المعدنية من فئة الجنيه ونصف الجنيه وذلك تخليدا لجهود الفرق الطبية في مواجهة جائحة فيروس كورونا تحت اسم أبطالنا رموز العملة الوطنية حيث وجه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وزير المالية بتنفيذ مبادرة التنسيقية أكانت المبادرة قد انطلقت في إبريل الماضي كنموذج لتخليد الجهود الفائقة للفرق الطبية لتكون رسالة معنوية من الشعب وهي المبادرة الأولى عالميا لتكريم الفرق الطبية